سنوياً هناك حوالي 359 ألف شخص يوضع تحت الحراسة النظرية 359 ألف في العام في المقابل ليس هناك أي إجراء قانوني أو مالي من أجل تأمين التغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وكيبقى الأمر مرتفط بالأسر ديولو وكيبقى حالات صعبة وهذا واحد المطلب حقوقي وإنساني مطروح منذ سنوات ووزارة العدل اشتغلت على معالجة هذا الأمر عبر وضع مشروع قانون تسعوده ثمانين ثمانتاش يغير القانون اثنين وعشين صفر واحد المتعلق بالمسطر الجنائية تقدم بي سيد وزير العدل ويهدف هذا المشروع إلى تغيير المادة ستوسين وربعمية ستوسين من قانون متعلق بالمسطر الجنائية لتتم عملية إيجاد حلول هذه المشكلة